السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول من التعليم التجاري أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة أونلاين النهاردة إن شاء الله إحنا معنا مادة اللغة الإنجليزية ومعنا الوحدة التمنى بعنوان ترافل ترافل يعني السفر والتنقم من مكان لمكان يعني إحنا النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن إيه هنتكلم عن السفر وسائل المواصلات وإزاي بنجيب مثلا مع حروف جر أو هكذا يعني هنتكلم عن التوقيتات بتاعة السفر إزاي التوقيتات للساعة اللي مدتها اليوم مدته 24 ساعة مش صباحا ومسان لا إحنا نتكلم عن الساعة من 1 إلى 24 وهنعرف إزاي ننطقها وإزاي نكتبها وإزاي نتكلم بها هنسأل وهنستخدم في أزمنا إحنا متعودين عليها بوضع يعني مثلا زي المدارة البسيطة present simple هنستخدمه النهاردة إن شاء الله في شكل من أشكال المستابل كذلك present continuous هنستخدمه برضو إن شاء الله النهاردة بشكل من أشكال المستابل وبعد من خلص الكلام ده ونسأل براحتنا والكلام ده هنعمل تست صغير وهنشوفه وهنحله مع بعض وهنكمل الدرس بتاعنا ننتقل إن شاء الله كده نشوف أول حاجة معنا عنوان الواحدة اللي بيقول unit 8 بعنوان travel نشوف أول حاجة معنا كده بسم الله هنا كيفوكابوري الكلمات الجديدة بتاعتنا نشوف كده مع بعض travel يعني إيه travel travel to travel is to go from one place to another يعني أروح من مكان إلى مكان آخر هنا travel يعني تنقل أو سفر بعدها cycle cycle هنا verb cycle هنا verb وليس دائر إيه cycle هنا verb verb إذا ما أنت شاهدوا الصورة واحد راكب دراجة اللي هو يقود دراجة to travel using bikes or bicycle أن يسافر باستخدام دراجة اللي هي using bikes اللي هو يسافر بالدراجة اللي هي كلمة cycle كverb هنا بعد كده drive بعد كده drive drive يعني يقود أوكي نشوف بإزاي كده بيقول آه to travel using your car يبقى ما أقول to drive يبقى معنا كده باستخدم إيه سيارة أوكي بعد كده بنقول fly fly يعني يطير ولكن fly هنا باستخدامها كفعل من أفعل السفر بمعنى يسافر بالطائرة is to travel by plane is to travel by plane اللي هو يسافر باستخدام إيه الطائرة نجي بعد كده ticket clerk ticket تذكرة clerk موظف يبقى هو مش موظف تذكرة لا موظف قطع التذاكر في محطات القطارات والباسات والأوتوبيسات نجي هنا he is the person who sells you tickets موظف قطع التذاكر في محطات القطارات والأوتوبيسات بنسميه ticket clerk railway station railway station railway station اللي هي محطة القطار railway station اللي هي محطة القطار نشوف كده الصورة بتقول ايه؟ فعلا قطار موجود وفي الرصيفة والنس وقفة والأطر واقف في المحطة بتاعته اللي هي it's where the train start its journey المكان اللي الأطر بيبتدي فيه رحلته أو حتى بنهيها بنسميه railway station بنسميه railway station platform platform هنا شايفين ده محطة بتاعت القطر وفي مكان الناس وقفة فيه ده الرصيف ده اللي هي الموجود قدامنا ده الرصيف يعني نقول where the passengers wait the train المكان اللي المسافرين بينتظروا القطار فيه بنسميه platform journey journey يعني إيه بها my journey to Cairo was comfortable journey يعني رحلة رحلة صفر بيكون طويلة شوية بنسميها my journey to Cairo was comfortable رحلتي إلى القاهرة كانت مريحة flight flight the journey by plane الرحلة أو الصفر بالطائرة بنسميه flight الرحلة أو الصفر بالطائرة الرحلة نفسها بنسميها flight يعني الرحلة بنسميها flight عشان نحن بنستخدم الطائرة اللي جاي من فعلا منها يطير fly fly flight departure departure is to leave your place traveling is to leave your place traveling يعني تسيب مكانك اللي انت متواجد فيه بأنت بتغادر من الصفر أنا بسيب مكاني وماشي يبقى أنا بقول departure يعني مغادرة الفعلي منها depart الفعلي منها depart arrival 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 عكس departure arrival عكس departure يبقى معنا كده departure قلنا مغادرة يبقى arrival اللي هو ايه الوصول اللي جاي من كلمة arrive is to get to your place from traveling ارجع بقى مكاني من الصفر بقول كلمة ايه arrival بقول كلمة arrival هنا bus station هنا ايه bus station bus station يعني محطة الاوتوبيس bus station هنا محطة الاوتوبيس عشان شايفين كده كان باس موجودين في مكان واحد مش معقولة دل في محطة نزول وخروج لا it's where buss start and finish their journeys المكان اللي الاوتوبيس بيبدأ وينتهي من رحلته يعني بيبدأ رحلته وينتهي فيها بنسمعها bus station دي bus stop bus stop اللي هي محطة الاوتوبيس ناخد خدنا بدنا من كلمة bus station عفوا كان موجود فيه اكتر من الاوتوبيس موجودين في نفس المكان يبقى معنا كده الاوتوبيس بتاعنا مش واقف ينزل ركاب وحطة لا ده بيبتدي رحلته مش بيبدأ بينزل ركاب ويطلع ركاب لا ده بيبتدي الرحلة وفي نفس الوقت بيلفي تاني ويرجع نفس المكان بينهي الرحلة بتاعته من مكان وينتهي دي بحطة الباس ستيشن اما الباس ستوب تختلف زي ما احنا شايفين في الصورة كده احنا شايفين في الصورة واحد واقف قدام اوتوبيس تمام دي بنسميها bus stop بنسميها bus stop يعني ايه bus stop بيقول it's where the bus lets people get on and down يعني هو المكان المكان اللي بينزل منه الناس بتركب منه وتنزل منه ده بنسميه bus stop ده بنسميه bus stop يبقى bus stop it's where the bus lets people get on يعني بتركب and down يعني بتنزل من اوتوبيس احنا شايفين في الصورة بعد كده customs officers customs officer customs officer customs officer اللي هو موظف الجمارك نيجي نشوف كده اه موظف الجمارك اللي بشيك على الحاجة بتاعتنا والكلام ده موجود هنا في اللوحة تحت كده تحت الناس الموجودة customs service يعني customs officer يقول ايه who works in customs اللي بيشتغل في الجمارك at airports and sea ports air ports المطارات الجوية و sea ports المطارات البحرية اللي مقصود بها المواني يعني language functions بعض التعبيرات اللي بنستخدمها بيننا وبين الناس كده يعني منيجي نتكلم مع بعض كده هنقول ايه مع بعض في مواقف معينة هنا جاي بقول ايه asking about times of traveling عايزين نسأل على مواعيد الصفر عايزين نسأل على مواعيد الايه الصفر ازاي نبص كده مع بعض what is the time of the next bus what is the time of the next bus بلاش باس what is the time of the next train what is the time of the next plane يبقى بنمطق بالشكل ده نجي نشوف الإجابات بتاعتنا oh seven fifty eight اما نجي نتكلم عن الساعة الساعة موجودة عندنا oh seven fifty eight oh هنا زي zero بالزبط يعني seven fifty eight سبعة وثمانية خمسين لو شوفنا الرقم بين الاكواس ده اللي بيلي تشوفه في اللوح بتاعت الطائرات والكلام ده والحاجات دي بنشوف الساعة عندنا اربعة وشين ساعة بنشوف توقيت الساعة بتاعنا اربعة وشين ساعة اللي هو بكتب الشكل ده oh seven بنمطق كل رقمين مع بعض بنقسمهم عفوا الجزء العشمال oh seven والجزء العليمين fifty eight وين معذرة when does the next train leave اللي هنا السؤال فعل في زمن المضارع البسيط ولكن هنا بنقصد به مستقبل the next مع does ده مضارع بسيط when next بتاعنا هنا المستقبل when does the next train leave متى يغادر القطار التالي it leaves at nineteen hundred nineteen يعني تساعتاشر وهندرد يعني مية فتساعتاشر وجنبها السفرين كده بالشكل زي ما انتم شايفين توزيرز جنبها يبقى تساعتين هندرد لو احنا شفنا نظام اللي 24 ساعة دي معناه الساعة سبعة مساء الساعة سبعة مساء يبقى when does the next train leave صيغة سؤال باستخدام المضارع البسيط اقصد بيها مستقبل it leaves at nineteen hundred تساعت the twenty four o'clock نيجي هنا بقى على توقيت الساعة بتاعتنا الساعة اللي 24 ساعة احنا متعودين مع بعض على صباحا ومساء اتنشر صباحا واتنشر مساء يعني الساعة اتنشر احنا بنسعب ساعة اتنشر بالليل لتنشر الظهر بنحط جنب الساعة اي ام يبقى اتنشر ساعة بنتنشر الظهر اللي اتنشر بالليل تقليب الساعة الساعة بتقوم معه اتنشر بي ام اه يبقى معنا كده لقى احنا هنخلي مفيش حاجة اسمه اي ام ولا بي ام هنقول من اول واحد لاربعة وعشرين يعني هتلف one لغاية اتنشر وتكمل تلاتاشر اربعة وعشر لغاية اربعة وعشر ساعة هنمطق الكلام ده ازاي هنشوف الكلام ده ازاي اوكي هنبص كده مع بعض واحدة واحدة ونركز ونمطق الجمل بتاعتنا تمام يعني ما نستغربش من شكل الرقم جنب الساعة لا ما نستغربش منه عادي بسيطة جدا جدا كأنك بتعدي من واحد لاربعة وعشرين بالزبط اوكي وهنشوف مع بعض ولما نيجي نقرأ بنقسم الرقم نصين نص يمين اتنان يمين واثنان شمال اوكي ونشوف مع بعض نشوف هذا شكل الساعة بتاعتنا نستغرب такого نستغرب هذا عندما نقول من الموقع المنزل في الساعة بسيطة و الساعة بنستغرب الكلام ده فين بقى؟ فين موعد بتاعτα القطرات؟ موعد البساط بنستغربه في موعد السفن الكلام ده الموعد السبتة بتاعتنا اللي هي بتاعات الصفر بتاعتنا بنستغرب في الساعة الاربعة وعشرين ساعة بنستغربه 24 اوقت 24 اوقت نيجي نشوف شكل الساعة يبقى ازاي او هنمطقها ازاي ده شكل الساعة عندي 12 ساعة ده شكل الساعة عندي 12 ساعة اوكي لو احنا شفنا واحد اتنين ثلاثة لغاية 12 طب هنجي نمطق ازاي نكلمة ازاي اما تيجي عنده واحدة الساعة عندي انا واحدة هنقول ايه اه 100 هنقول ايه الساعة عندي هنا 100 طب الساعة بقت كام 200 300 400 500 600 700 800 900 100 11 200 كده 12 ساعة من واحدة ليلا تمام لغاية 12 12 ظهرا خلصنا لا لسه ده احنا كده في نص التوقيت الساعة التوقيت اليوم اللي هو نص اليوم الـ 24 هنيجي نشوف هنا اه 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 1500 3 pm 1600 4 pm 1700 5 pm 1800 6 pm bravo 1900 97 pm 200 8 pm 2100 9 pm 2200 10 pm 2300 11 pm 2400 2400 هنا هتبقى معنا 12 am 12 am لان احنا خلاص قلبنا الساعة 12 بقينا مع بداية اليوم الجديد بقينا مع بداية اليوم الجديد يعني معنا كده في اللفة الاولانية من 1 لغاية 12 يبقى احنا كده 1 am لغاية 11 am اللي هو 12 عندنا بقى هتبقى 12 pm اما ابدأ بقى 13 ابدأ بقى 13 اخسم 12 يبقى معي 1 pm ونفضل نعدي pm pm حتى 23 pm 23 pm لما اقول 24 هتبقى الساعة 11 اصبحت الساعة كده am بداية اليوم الجديد بداية اليوم الجديد اللي هي 12 am اللي هي 12 am بداية اليوم الجديد نكمل كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني بعد كده اه الساعة عندي مكتوبة لو انت شايف بالشكل بتاعنا اللي هي it's وبعدين zero six twenty نشوف الشاشة كده مع بعض it's zero six twenty تمام كده علشان نقرأ الكلام ده علشان نقرأ الكلام ده الرقم اللي عندي ممكن تنطق O zero عادي او ممكن تبدأ بالsix ما فيش كلام من ده ما فيش فرق ايه او فيه اختلاف في الاتنين يبقى هنقول ايه اه it's أو six twenty it's أو six twenty يعني الساعة كام هه ستة اه وعشرين دقيقة am صباحا ليه ما وصلناش لثرتين ما وصلناش لثرتين عشان نقول pm ما وصلناش لتولف عشان نقول pm لا احنا في الساعة الاربعة وعشرين بتاعتنا نبدأ بنعدي بعدة بتاعنا او الزمن بتاعنا اما نيجي عند 12 يبقى 12 pm وهكذا وبنكمل بنفس الوضع هكذا نشوف بعد كده it's thirteenth o five it's thirteenth o five هننتهج زي it's thirteenth o five بيساوي one هه على five pm يعني الساعة واحدة وكم وخمسة pm بعض الدور عشان دخلنا في thirteenth اكتر من اتنشر لو خسامنا اتنشر من thirteenth يبقى في واحدة يبقى واحدة بعد الظهر وخمس دقائق على طول اوكي نشوف بعد كده it's nineteen forty five او او ما او انا بنتقل الرقم الموضع عندي it's nineteen forty five it's nineteen forty five يعني سبعة خمسة واربعين بي ام لانا بخسم الاثنشر الساعة بتاعتي يتبقى عندي سبعة وخمسة واربعين يبقى الساعة سبعة خمسة واربعين بي ام means of transport وسائل المواصلات احنا اتكلمنا قبل كده في وسائل المواصلات بتاعتنا تمام وعارفين كنا سفرنا بطيارة كنا سفرنا بعربية كنا سفرنا بسفينة ما فيش مشاكل احنا الوقت هنعرف وسائل المواصلات وازاي ايه يعني لو قلت مسلا بسافر جوا يبقى بسافر جوا بسافر بايه بسافر برا يبقى بسافر بايه بسافر بحرا بسافر بايه تمام بسافر عن طريق الساكة الحديد مثلا يبقى بسافر بايه هنجيب الكلام ده ونجهزه ونقوله مع بعض واحدة واحدة كده ونفهم ايه اللي ما قد قدامنا عشان بعد كده هنستخدم حروف الجر معاها ونركز بقى في اثناء استخدام حروف الجر احنا هنشتغل بهم ازاي وهنقول ازاي شوف كده مع بعض باي ريل باي ريل يعني باي ترين اما اقول باي ريل يبقى السكر الحديد يبقى باي ترين هه باي سي باي سي يبقى باي شب او باي بوت اللي اثنان واحد بالسفينة او المركب باي سي يعني بحرا باي اير جوان يبقى عندي باي بلين يبقى عندي باي بلين باي رود باي رود يعني ايه برا يعني بنسافر باي عندي باي باس عندي باي كار باي تاكسي باي تراك يعني اوتوبيس سيارة تاكسي عربة نقل اي حاجة من دول يجي معها باي لو احنا لاحظنا كلمة باي حرف الجر باي جاي مع جميع وسائل المواصلات بدون فاصل ما بينه وما بين وسيلة المواصلات ناخد بالنا من دي كويس حرف الجر باي جاي مع جميع وسائل المواصلات المذكورة معنا بدون فاصل ما بينه وما بين وسيلة المواصلات يعني باي والكلمة بعدها مباشرة الاسبيس العادي اللي فراغ الموجود ما بين اي كلمة والتانية ده الطبيعي اللي موجود معنا انما ما فيش اي حروف اي كلمات فاصل ما بين باي وما بين وسيلة المواصلات نشوف النقطة اللي جاي نتكلم فيها نقول ايه ناطس لاحظ خد بالك من اللي جاي ركز شوية ON احنا قلنا BY مع واصلة المواصلات اما قلنا ON A أو ON THE يعني معنى كده هستخدم ON مع نفس واصلة المواصلات اللي استخدمتها مع BY A ولكن بنركز مع بعض كده ON A أو THE BUS SHIP TRAIN TRACK نفس الكلام اللي احنا قلنا قبل كده طب وبعدين انت جيبتوا ON ليه مش احنا ناقلين من شوية BY لان انا قلت لك خد بالك ما فيش فواصل هنا في فاصل موجود كلمة A وكلمة ذا ادوات التنكير والتعريف A وكلمة ذا لما يجوا مبين لما يجوا مبين حرف الجر ووسط المواصلات يبقى معنا كده ما ينفعش استخدم BY لازم استخدم معهم ON نشوف الحاجة نقطة تانية كمان IN بدل BY أو ليه IN A أو THE CAR أو تاكسي تمام نشوف هنا BY باس تمام I go to school BY باس BY SHIP السفينة إيه اللي عندنا I traveled to Paris BY SHIP استفرت باستخدام السفينة I went to as one by train ها القطار ها توريستيس ترافل طوار جدا by plane بالطيارة يبقى برضو by plane معنا I go to my grand parents ها on food الله يبقى جميع الوسائل المواصلات اللي خدناه قبل كده اللي خدناه قبل كده تمام جبنا معاها كلمة BY في حالة عدم موجود فاصل ما بينها وما بين الوسيلة إنما كلمة فوت الوحية ده ما فيش فاصل حتى كمان وبجيب حرف الجر إيه ON يبقى BY by car by bus by taxi by plane by train by boat by ship أي حاجة معاها BY طالما ما فيش فاصل طب نحط فاصل يبقى أنت عندك هنا IN IN هنا مع car ومع ايه taxi والبقى نحط ON إنما بدون حتى فاصل إحنا بنستخدم هنا مين مع فوت بنستخدم حرف الجر إيه ON يبقى مع فوت إحنا بنستخدم حرف الجر ON ON فوت بس وما فيش فاصل عشان ما تقولش بقى ON انت قلت ON وفي ايه وذا مع car وتاكسي مع سوري مع باس ومع plane ومع train مش مشكلة بس هنا فوت بدون فواصل بتاخد ON هي الوحيدة مختلفة عن طريقة عن باقي طرق المواصلات بتاعتنا ما بتاخدش حرف الجر خالص غير ON حتى لو ما فيش ايه فاصل معها نشوف اللي بعد كده THE PRESENT SIMPLE TENS إحنا خدنا ال PRESENT SIMPLE ده أب كده وتكلمنا فيه فهنراجع النهاردة بشكل بسيط كده التركيبة بتاعته واستخدام اللي احنا عايزيونا النهاردة فيه يعني ايه احنا خدناها بكده بشكل عام خلاص تمام يبقى نذكره بشكل عام النهاردة برضو هنشوف التركيبة بتاعته وهنوظفها للاستخدام الجديد بتاعنا ازاي نشوف الشكل بتاعنا كده في التركيبة بتاعتنا الفاعل عندي مين I WE THEY YOU PLURAL الجامعة تب شكل الفاعل WORK MOVE STUDY PLAY GO WASH WATCH MAX CROSS يبقى الفاعل عندي الفاعل عندي على الشمال هه I WE THEY YOU PLURAL تمام اللي هو الفاعل مثلا متكلب او مخاطب او اسم جامعة عندي والفاعل عندي في INFINITIVE او التصريف الاول له يبقى عندي WORK وموف كل ده افعال في المصدر جاي عندي معا في المضارع البسيط نشوف تركيبة التانية والشكل التاني هه الجزء التاني بقى HE SHE WIT والSINGLAR بتاعنا يبقى الوقت جيبنا مجموعة المتكلم I مجموعة مجموعة I مجموعة I بتاعتنا I WE THEY YOU معايا اوكي المجموعة دي بقى هنا HE WSH WIT هنا HE WSH WIT وSINGLAR اسم ايه مفرد نشوف شكل الفعل اللي حصل النهاردة معاني هنا الفعل بتاعنا الفعل الفعل بتاعنا هنا تمام متضاف لي S الغائب سواء WORK سواء WORK سواء MOVE سواء MOVES تمام اضافنا هنا S اضافنا هنا IES اضافنا هنا ES اضافنا S هنا للفعل العادي تمام استضي منطهب Y وقضام حرف ساكن تحظى في الواي ونضيف IES لو شفنا بلايز اضافنا لبلايز S لو شفنا بلايز اضافنا لبلايز S على طول بلاي S بدون اي حاجة عشان قضام حرف متحرك ولسه حرف ساكن تمام انما المجموعة الاخيرة منطهبين المطهب O اضافنا ES المطهب SH اضافنا ES المنتهي بT بCH اضافنا ES المنتهي بX اضافنا ES المنتهي بS اضافنا له ES وهكذا يبقى معنا كده ناخد بدنا من نهايات دي مع المفرد الغائب بتاعنا اللي هو هي او ش او ات نشوف بعد كده بتاع المضارع المستمر بتاع المضارع المستمر نشوف ازاي we use the present simple tense in the future بنستخدمه في المستمر ازاي with tables مع الجداول of planes موعد يعني موعد الطائرات trains buses الموعد السبتة اللي ما بتتغيرش معنا بنستخدم present simple فيها meaning future of future meaning what time does the train arrives what time does the train arrive هنا what what time ده كوشن ورد بتاعتنا does helping verb the train subject arrive وهكذا it arrives at it arrives as eleven thirty five اوكي شوف اللي بعديها المضارع المستمر عند هنا i am reading now فعل ام والفعل زائد ing he she ate is eating at the moment يبقى ده present continuous برضو معايا we with a u والبلورال بتاعنا جبنا معهم are والفعل walking at the present يبقى هنا now moment و present هنا ده علامات المضارع المستمر العادية والفعل بتاعنا am او is او are والفعل بنضف له ing g نكمل بقى مع بعض الفيوتشور ميننج بتاع present continuous الفيوتشور ميننج بتاع present continuous هنشوف ازاي we use the present continuous tense to talk about appointments الموعيد and arrangement ترتيبات يبقى انا لو عندي موعيد وعند ترتيبات مسبقة وجاهزة ومعدة ومسبق لها الاعداد كله كله انا بستخدم present continuous tense يبقى present simple for tables موعيد القطارات والطائرات والحاجات الثبتة بالشكل ده انما هنا الموعيد والترتيبات والكلام ده بنستخدم present continuous tense نشوف الجملة بتاع السؤال بتاعنا what time is he coming هو جاي الساعة كام what time is he coming هنشوف كده he is coming tomorrow at 10 30 ام لو شفنا هنا he is coming بنفس الثلاثة السؤال والاجابة يبقى what time is he coming he is coming tomorrow he is coming tomorrow تمام كده يبقى هنا شكل present continuous is وing جاي معايا وبعدين جبته tomorrow بدلة على المستقبل على اساس ان ده موعد مجهز ليه وترتيب مجهز لمسبق بستخدم شكل present continuous tense مع future meaning هنا نيجي بقى نعمل اختبار بسيط كده على unit 8 نعمل اختبار بسيط على unit 8 choose the correct answer from a b c or d يبقى في عندنا اختبارات هنستخدمها كده مع بعض ونركز واحدة واحدة ما نستعجلش ونختار خطأ لأ نركز بالراحة خالص خالص ونقرب راحتنا ونقسم وقتنا على الامتحان اللي معنا ونشوف هنعمل ايه بسم الله she to work by bus every day she to work by bus every day هنا every day على من علامات present simple على من علامات present simple نشوف اللي تشوز عندنا is going go going goes نشوف هنا she goes to work by bus every day جوز هنا عشان present simple معنا how much is a لندن ناخد بالنا كويس single ticket return ticket to box of طب واحد يقول لي ticket لندن ماشي لأ احنا محتاجين حرف جر محتاجين ايه حرف جر هنا يبا how much is a return ticket to return ticket يعني تذكرة زهاب وعودة يعني تذكرة زهاب وعودة is this the right to the bus stop is this the right to the bus stop لما جبنا الزراية هنا احنا محتاجين ننون بعديها احنا محتاجين ننون بعديها هنشوف journey place way station the right way to the right way to لو كانت off لو كانت off ممكن تبقى place ممكن تبقى station لو كان في off مكان to ممكن تبقى place وممكن تبقى station يبقى the right way to the bus stop اللي هو محطة الاوتوبيس after the address and the date begin a letter with the word اه هنا معلومة عامة كده بنقولها بالنسبة للشغل بتاعنا بعد التاريخ والعنوان والتاريخ كده بنكتب ايه في اللتر dear hello to mister بدايتنا بنكتب dear بنكتب عندنا كده بنكتب عندنا كده بنكتب في بداية الخطاب بتاعنا he goes to number four to take the train to alex عشان ياخد القطار هو راح فين باو بيروح فين عندنا line board ticket platform platform number four رصيف رقم 4 the the way for traveling is by plane the way of traveling is by plane جيبنا ذا بحتاجين اسم لا بس فيه وي اسم موجودة يبقى احنا عايزين adjective لها عايزين adjective لها صفة هو قبل هنا صفة ايه التفضيل عشان كلمة ذا تم كله منتايب باستي يبقى انه محتاج المعنى كله منتايب بعد ذا باستي عندنا عندنا slowest shortest fastest youngest تمام يبقى نشوف اليداس بالمعنى بتاعنا كلمة ايه هه آه the fastest way الصرع الطريق للسفر is by plane عن طريق الطائرة number seven the locks after the passengers on the plane مين بقى هل هو flight attendant pilot guide waiter لا مش pilot mall flight attendant اللي هو المضيف مضيف الطيارة flight attendant هو اللي بياخد باله من الركاب على الطائرة he goes to platform number four to train to alex to the train to alex يبقى هنختار مين هنختار he takes to take to take to talk to taking احنا عندنا حرف جارة طو قبل ال space ومحتاجين فعل لبعده يبقى بنختار الفعل هه آه بدون اي اضافة in the infinitive هه ليه takes اضافنا tok زمن الماضي بسيط taking الفعل زائد ing ما تنفعش معنا نشوف بعد كده he about the train time as he is traveling to aswan he says he inquires he answers he shout كلمة بمعنى يستفسر هتبقى كلمة he inquires about يستفسر عن inquires about يعني يستفسر عن how long it take to kairu from so hard نيجي نشوف الجملة بتاعتنا هنا هتبقى زي هه عايزين فعل مساعد هنا بعد question word هنا عايزين helping get very بتاعنا طيب هل يختار ايه بالضبط يعني كده انت عندك it بعد space في it يبقى احنا محتاجين helping verb ينسب كلمة it اه اللي ينسب كلمة it هنا عندك مين عندي does عندي did و was لان do مع plural بتاعي do مع plural بتاعي ومع i فما تنفعش هنا كلمة do يبقى انا اختار does ولا did ولا was طيب هنا احنا بنتكلم هنا how long بنسأل عن فترة السفر بتاعتنا يبقى نقول how long does it take to kairu from a sohag بنسأل بشكل ايه بشكل عام في محادسة معنا بنقرى المحادسة كلها وبعدين نجاوب على الاسئلات اللي فيها احمد بيقول it's hot today isn't it فعلي رد علي الياس وكمل احمد طبعا سأل سؤال علي الياس please وبعدين رح مكمل حاجة ده ضيلك بسيط محادسة بسيطة علشان نقدر نفهم ال communication between people and so شوف كده هيبقى ازاي it's hot today isn't it فالياس it is ايوة yes it is عشان السؤال بدي اللي هو بتاعنا isn't it فقال yes it is يشوف احمد هنا like a cold drink يبقى هو هنا اكيد كان بيعرض حاجة باستخدام would you like باستخدام would you like a cold drink هل تحب هل تريد do you need a cold drink عادي تمام بس كلمة like هنا لازم احر عشان وجود كلمة like يبقى انا مضطر استخدم كلمة would you لو like مش موجودة ممكن اقول do you need do you want لو كلمة like مش موجودة عندي لو كلمة like مش موجودة عندي ممكن استخدم do you need ممكن استخدم do you want بس هنا like موجودة فبيحكمني بكلمة ايه would you like واحد عرض علي حاجة وانا قلت ايا ومن فضلك يبقى مطلوب كده تهذبا مننا اقول ايه thank you تهذبا مننا اقول thank you شو بقى السؤال اللي جاي read the following passage في قطعة معانا هنا and then answer the question وبعدين نجاوب على الاسئلة اللي موجودة فيها miss sally's room is a large one it's next to mr ali's office mr ali is the managing director of bios egypt she is his secretary there are two telephones on her desk she keeps her files in a filing cabinet cabinet on the left near the window in the room there is a computer on the table near to the door there is a photocopier next to the computer there are six chairs for the visitors who come to her room دي القطعة بتاعتنا تمام عندنا عليها مجموعة اسئلة هنشوف اول سؤال بيقول ايه answer the following questions who is mr ali's secretary مش mr ali لا mr ali's secretary سكرتيرة مصدر علي مين هه آه مثالي ناخد بالنا من السؤال بتاعنا لو قال who is mr ali بس لا دي حاجة تانية بقى انا باتكلم عنه عن وظيفته انما فيه ابوستر في اس وبعدين اسم بداية خاصة بالملكية يبقى هو اس mr ali's secretary miss sally what is mr ali واتز هنا واحد يقول لي يا mr وات هنا خاصة باسم خاصة بغير العاقل يعني ايه what is mr ali لا هنا السؤال بكده بس بقصد السؤال عن وظيفته يبقى mr ali اس واجب الوظيفة ايه بتاعته او اسكر وظيفة بتاعته بس هنشوف كده he is the managing director of b o s egypt او he is the managing director بس او the managing director بس مش مشكلة او the managing director of b o s egypt ما فيش مشكلة اي صيغة من الاجابات بتاعتي اهم حاجة نسكر وظيفة بتاعته اللي هو قائم فيها في الشركة بتاعته هنا choose the correct answer يبقى فيه جبنا سؤالين بعلم سفهم وفيه اربع سؤال اختياري معنا مسالي ها mr ali ha photocopes ha photocopes ولا keeps ولا helps ولا rate يبقى نقول مسالي helps بتساعد مسالي helps بتساعد mr ali عشان عندي اسمي في الاول واسمي في الاخر يبقى محتاج فعله في النص تمام كده مسالي table is مس سالي table is on the left on the right near the window ولا near the door near the door يبقى مسالي table is near the door سؤال خامس سالي telephones are on سالي telephones are on على ايه on the table on the desk on filing cabinet on window on the desk on the desk المكتب بتاعها there are things on the table التابل علىها كام two three four six two things or three things or four things or six things هنشوف two things two things شوف بعد كده fill in the spaces with words from the list فيه list معنا من سبع كلمات وفيه جملة معنا موجودة تحت هنا goes does foot journey or is platform دي الكلمات بتاعتي since عندنا the train is on number five is on ايه platform number five اه اللي متعلق بالقطار هنا platform اللي هو اللي هو الرصيف نفس الكلامات بتاعتي مع الجملة الجديدة how long does the توبنها take how long does the توبنها take يبقى انا هنا عايز اسم بعد ذا عايز اسم اللي هو مين the journey اللي هو مين the journey يبقى how long does the journey توبنها take the nine train to Alex stop in train انت انتا اه يبقى معنا هنا هنقول ايه does ليه عشان عنده the train the nine train to Alex دا الفعل stop فعل في المصدر يبقى does the train هل نفس الكلمات الجملة الرابعة معنا he usually to school by bus he usually to school by bus جبنا he usually من علامات present simple هنشوف he usually goes to school by bus من الكلمات اللي معنا فوق he usually goes to school by bus number five he never goes to school on goes to school he never goes to school on مابروحش ايه on foot من وسائل المصدر بتاعتنا on foot اللي هي سيرا على الأقدام number six آخر الجملة في السؤال بتاعنا ده اللي هو السؤال الرابع بتاعنا where وفي كل شام ماركة عندنا تمام you going now هنا you معاها مين are يبقى are you going now نشوف سؤال تاني نوع تاني من الأسئلة بتاعتنا في موضوع عنها يقولنا أول موضوع معنا اللي هو مين مستر وليد عرف معنا هنا فيه اسئلة بتاعتنا لو أنا جاوبت على الأسئلة بتاعتي اللي شايفين دي يبقى أنا كده بعمل برا مكتب واحد اتنين جمل لا ده أنا لازم أجاوب على السؤال جملة وراء جملة وكمبيليت انسور ممكن تلتزم بالأجوبة بتاعتنا وممكن تجاوب إجابات إنها تدي نفس المعنى بتاعي تمام أو أفكار عادي براحتة خالص بس ما نخرجش على العنوان والمقصود عندنا هنا في الأسئلة What is Mr. وليد عرف which company does he work for and where what is his job in the company how many languages does he speak what are they أوكي نشوف كده إحنا كتبنا عن Mr. وليد Mr. وليد عرف is Egyptian he works for BOS in Egypt in Cairo he is the sales assistant يبقى يبقى جنسيته وشركته ووظيفته he sells goods to customers بيعمل إيه he speaks two languages Arabic and English اللي هو عدد اللغات BOS Egypt is the name of an Egyptian company شركة مصرية its head office is in Cairo بيو is in Cairo مكتب رئيس في القاهرة بيو اس Egypt has a sister company in London لا أخت أو فرعتين في لندن its name is بيو اس يو كي إبقى بيو اس ايجي بيو اس يو كي and it is a British company شركة بريطانية عشان بيو اس ايجي مصرية إبقى بيو اس يو كي بريطانية تمام نوع تاني أو الموضوع التاني في البارغرافات your school هنتكلم عن مدرستنا how many days or a week do you go to school بتروح كم يوم how do you travel to and from school بتروح وترجع ازاي what time do you get to school بتروح الساعة كام and what time do you leave وبترجع كام which days do you like الايام اللي بتحبها which days are not so good والايام اللي ما لكش مزاك فيها يعني بتحبهاش بالنسبة لك يعني why which subject do you like and which subjects do you dislike المادة اللي بتحبها والمادة اللي مش بتحبها اكيد في حاجات بنحبها واكيد في حاجات بتبقى تقيل علينا شوية هنشوف كده البراجراف بتعمل ازاي I go to school five days a week بروح خمس ايام I usually go to school on foot سيرا على الأقدام I arrive school at half past seven سبعة ونص in the morning and I leave school I leave okay I leave I like mondays because we have lots of subjects okay I like english حب الانجليزي because it's easy for me but I don't like Arabic because it's a difficult subject مادة صعبة نشوف بقى سؤال تاني اللي هو الميمو عندنا from وعندنا to عندنا re لو الموضوع وعندنا date نشوف كده from from mr. Simon جميل to to helen الموضوع بتاعنا tell the managers about the meeting date تاريخ اليوم okay نجي بقى بعد كده حنشوف بقى ليه نقول ايه please tell all the managers of the departments that there will be a meeting in my office at 10 o'clock on Sunday بالميمو كده بتاعتنا يبقى احنا علشان دق الوقت بس كده النهاردة اتكلمنا في الوحدة التاملة اللي هي بمعنى travel بعنوان travel عن وسائل المصلط تمام اتكلمنا عن ازاي نقول اليوم من خلال 24 o'clock a day اليوم الى 24 ساعة استخدمنا present continuous في المستقبل استخدمنا present simple في طريق التعبير عن المستقبل بالنسبة tables وهكذا بالنسبة present simple اما present continuous استخدمنا في المواعيد والترتيبات المسبقة تمام كده اتكلمنا النهاردة في حاجات كتيرة وشفنا جزء صغير من السؤال بتاعنا وبكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا مع برنامجنا مدرسة online اللي اتكلمنا فيه عن حاجتنا ونراكم على خير في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة